اكد سعادة السيد ياسر بن ابراهيم حميدان رئيس مجلس المناقصات والمزايدات بان المجلس قد حقق مؤشرات اداء ايجابية قياسية فيما يتعلق بسرعة الاستجابة للطلبات الواردة من الشركاء من الجهات الحكومية والموردين والمقاولين خلال الربع الاول من العام 2024 مشيرا الى ان تلك المؤشرات جاءت انعكاسا حقيقيا للجهود المبدولة من المجلس لرفع مؤشر سرعة الاستجابة ضمن خطة استراتيجية شاملة تهدف الى ضمان توفير الخدمات وتنفيذ المشاريع الحكومية وفق الجداول الزمنية المخطط لتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين من خلال تحسين عمليات الاستجابة للطلبات وتبسيط الاجراءات الادارية وزيادة فعليتها اشتركوا في القناة